تسعة واربعون طفلاً يتم استغلالهم يومياً بلا رحمة إنهم ضحايا العنف الجنسي في ألمانيا بحسب الشرطة الاتحادية الألمانية فقد صلت المحققون في ولاية شمال الراين وستفاليا الضوء على أحدث الحالات في مؤتمر صحفي يوم الاثنين لم يواجهني قط مثل هذا المستوى من الوحشية اللا إنسانية واللا مبالاة المتحجرة تجاه معاناة الأطفال الصغار من ألم وصراخ وخوف واضح في ديسمبر الماضي اعتقلت الشرطة رجلاً في الرابعة والأربعين من عمره في بلدة فامالسكاشن اتهم بإعدة قضايا تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال وكان يقدم نفسه كجليس أطفال في مواقع إلكترونية كهذا يعتقد المدعون العامون أنه انتهك أو اغتصب 12 طفلاً على الأقل نصفهم كان دون سن ثالثة كما تبادل المشتبه به وفقاً للمدعين صوراً وفيديوهات وبيانات لأطفال اعتدي عليهم جنسياً وذلك لعدة سنوات مع متحرشين آخرين بالأطفال احتفظت الشرطة ببيانات ساعدتها في تعقب 72 مشتبه بهم آخرين في ألمانيا المسؤولون يعتقدون أن المشتبه به كان يتوصل مع شبكة أخرى معروفة بممارسة الجنس مع الأطفال في مدينة منستا يشير هذا مرة أخرى إلى أن الجنات يتبدلون المعلومات بشكل رئيسي عبر الإنترنت لكنهم ليسوا وحدهم هناك فالشرطة تراكبهم ولا يسعني سوى القول لجمع هؤلاء المجرمين أننا قد لا نعتقلكم اليوم لكن يوماً ما سنقرع أبوابكم هذا وتحقق الشرطة الألمانية تقدماً في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال نتيجة للاستثمار في أفضل الوسائل التكنولوجية وزيادة الاختصاصيين ما يسمح لهم بتعاقب المزيد من المشتبه بهم بعد الحالة الأولى بولايات شمال الراين وستفاليا استثمرنا بشكل أكبر لفحص كافة الحالة بشكل مكثف وسريع والآن يعتقد أن ولايات أخرى تقوم بتوسيع تحقيقاتها ولكن معالجين النفسيين يقولون أن المشكلة تتكمن في أن ضحايا كثيرين لا يزالون أصغر من أن يتكلموا بشكل مفهوم فيما يتعلق بالصدمات النفسية فهؤلاء الفتيات والصبيان بمجرد أن يصبحوا نساء ورجالا سيحتاجون إلى فرصة الجلوس مع طباء نفسيين جيدين إذا احتاجوا إليهم يقول خبراء أن الموارد المخصصة لمساعدة الأطفال الناجين من العنف الجنسي لا تزال تعاني من نقص شديد ويطالبون بمزيد من التمويل المخصص لذلك اشتركوا في القناة